اشتركوا في القناة والاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية داعين السلطات القطرية إلى ضرورة الاستماع لصوت العقل وتغليب القيم الإسلامية والخليجية الجامعة بدلا من اختلاق الشقاق والفتن هذا وأكد الدكتور عبد الرحمن ضرار الشاعر عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن ما تقوم به دولة قطر وهي دولة جارة لمملكة البحرين وواحدة من منظومة دول مجلس التعاون الخليجي في التضييق على الصيدي البحرين ومصادرة ممتلكاتهم وفرض العقوبات عليهم بالحبس أو الغرامة يتعارض مع مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل بين شعوب المنطقة بل ويتعارض مع ما قررته الشريعة الإسلامية من الوصية بالجار والإحسان إليه ثم مع ما هو مقرر في ميثاق مجلس التعاون الخليجي وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة مشددا على حق الصيادين المشروع في ممارسة مهنة الصيد في مياه الخليج وفي سعيهم لرزقهم وإعانة أهلهم وذريتهم من جانبه أكد فضيلة الشيخ راشد بن حسن البعينين عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن البحر كان ولا يزال من أهم مصادر الرزق لأبناء هذا الخليج فإننا لا ندعو إلى ترسيخ ما تعارف عليه الخليجيون عبر أجيال متعاقبة فيما يتعلق بالصيد في مياه الخليج العربي بما يجعل الرزق حقا للجميع مؤكدين على أهمية أن تعيد السلطات القطرية النظر في إجراءاتهم ضد البحارة والصيادين البحرينيين وعرب البعينين عن ثقته في أن هذه المشكلة ستحل بعون الله تعالى وبحكمة قادة دول مجلس التعاون الكرام الذين هم أحرصوا الناس على أمن الخليج ووحدته واستقراره ورخاء شعوبه بما يرسخ الشعور لدى مواطني هذا الخليج المبارك بالانتماء الواحد وبالأمن والأمان في الحل والترحال ترجمة نانسي قنقر